والله إذا عرفت الله تذوبين حباً فيه سبحانه وتعالى والله لو عرفنا الله حق معرفته نذبنا شوقاً إلى لقائه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يفكم حيباتي يطمنوني عنكم يا ربي دائما تكونوا بخير وصحة وعافي وسلامة وأمان ورضى ورضوان من الله عز وجل ويا ربي جعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزن ويا ربي جعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين ويا ربي أعطي كل من طلبنا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا يا ربي أعطي سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمي في الدنيا والآخرة عاجلا غير آجل واجعل لهم دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أخواتي الحبيبات بعد انتهاء موسم الطاعة موسم رمضان المبارك كثير ما شاء الله لا قوة إلا بالله منا من بدأت مع الله سبحانه وتعالى صفحة جديدة نحوج شيء في هذه الحياة أن تعرفين الله سبحانه وتعالى حق المعرفة بأسمائه وصفاته كيف تصلين إلى معرفته؟ أن تعرفين الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هذه سلسلة نعرف الله عز وجل بأسمائه كيف نعيش مع كل اسم من أسماء الله الحسنة وكيف ندعو الله بها نعرف الله بها سبحانه وتعالى نشعر بالقرب منه سبحانه وتعالى وأنت تدعين الله سبحانه وتعالى أنت تعرفينه فمن عرف الله مجده وعرف قدره سبحانه وتعالى وما قدرناه وحق قدره سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعرف الله هذا واجب علينا ونحن بحاجة إليه إذا عرفت الله لن تيأسي بإذن الله إذا عرفت الله حق المعرفة تشعرين بقربه سبحانه وتعالى وأنت تدعينه في جوف الليل وفي أي وقت وأنت ترفعين يدك إلى الله سبحانه وتعالى أكثر ما نحتاج إليه في الدين أخوات الحيبات هو الدعاء أي والله الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كيف ندعو الله بأسمائه وصفاته ونحن لا نعلمها فحينما تسألين الله تسألين غنيا تسألين محبا تسألين قديرا تسألين سميعا تسألين بصيرا تسألين مجيبا سبحانه وتعالى فلو أن هناك إنسانا ضعيفا هل تسأليه؟ وهل تسألين عدوا وهل تسألين حاقدا وهل تسألين فقيرا ولله المثل الأعلى عندما ترفعين يدك إلى القوي الغني القدير الرحيم اللطيف المجيب فأنت تسألين الله سبحانه وتعالى وتعلمين وتوقنين أنه قدير على أن يعطيك سبحانه وتعالى فالاسم اليوم سنعيش بحياتنا سنعرف معناه نعيشه وندعو الله به سبحانه وتعالى اسم الله المجيب أيوة المجيب سبحانه وتعالى إن ربي قريب مجيب المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالاستجابة سبحانه وتعالى أهوى عليه زوال الكون أهوى على الله من أن تدعينه فلا يستجيب لك ويستجيب لك بشكل أو بآخر إما أن يطمئنك وإما أن يعطيك وإما أن يلقي في روعك أن هذه الحاجة لا تناسبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين رواه الترمذي هو يقابل مسألة السائلين بالاستجابة ويقابل دعاء الدعين بالإجابة ويقابل ضرورة المضطرين بالكفاية لإن معنى من معاني المجيب سبحانه وتعالى ينعم قبل النداء هذا معنى من معاني الرحمة عند الله سبحانه وتعالى أنه يعطيك حاجاتك من دون أن تسأله هل سألت الله أن يعطيك أم ترعاك هل سألت الله أن يعطيك أبا يؤويك هل سألت الله أن يعطيك طعاماً يشبعك هذا نعم من الله أن نعمها عليك من دون أن تسأله هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن يعطيهم حاجاتهم من دون أن يسألوها طيب سؤال هنا لماذا أحياناً يتأخر العطاء إلى ما بعد الدعاء ليش يتأخر علينا الطلب المطلب من الله سبحانه وتعالى طلبتي من الله سبحانه وتعالى طلب مثلاً أن تتزوجي أو أن تنجي به أو أن يرزقك مالاً أو يعطيك وظيفة معينة أو درجة معينة في دراستك تقدير معين أنت حاطب عليك ليش بتأخر عليك العطاء مع أنك سألت الله عز وجل وتحريت أوقات الإجابة لماذا يتأخر العطاء تعرفي شو معناها النقطة هذه لماذا يتأخر العطاء والله إذا عرفت الله تذوبين حباً فيه سبحانه وتعالى والله لو عرفنا الله حق معرفته نذبنا شوقاً إلى لقائه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحب أن تدعينه يحب أن تلجأي إليه يحب أن تتصلي به يحب أن تناجيه يحب أن يتمرغ وجهك في أعتابه الله سبحانه وتعالى يحب اتصالك به فيجعل حاجتك وسيلة لهدف هو الاتصال والتعبد إليه سبحانه وتعالى قد يحوجك إلى شيء وقد يخيفك من شيء وقد يلوح لك شبح مصيبة ليه؟ من أجل أن تسأليه وتفزعين إليه وتتصلين به وتلوذين بحماه ومن أجل أن تصلي وتدعينه ومن أجل أن ترجينه لأنك بهذا الدعاء وبهذا الاتصال وهذا الرجاء تسعدين وإجابة السائل هي الوسيلة إن التضرع في الدعاء هو الهدف التضرع في الدعاء هو الهدف ولله المثل الأعلى ولكلامه الكريم أحيانا تمسك بيدك حاجة يحبها ولدك الصغير تلوحينها بيديك بها حتى حتى يأتي إليك فأتيانه إليك هو الهدف يعني أنت عم تلوحي بإيدك أنت بدك يجي أنت بدك يجي لعندك لأنك بتحبيه لأنه بتحبي ابنك فبتجيبي له شغلة بيحبها وبتلوحي له تلوحي فيها مشان يجي لعندك دكيه يجي دكيه يقرب منك ولله المثل الأعلى فإذا فهمتي على الله قصده في إسعادك رأيت المصائب وسائل والاتصال بالله هو الهدف فالله خلقك ليسعدك وهو تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم والدليل خلقنا وخلق ما نحتاج إليه فكل الكون فيه أشياء أنت بحاجة إلها مكونات أنت بحاجة إلها مكونات الحليب مكونات اللحم مكونات الطعام مكونات الفواكه مكونات أنت بحاجة لها بس أنت ما سألت الله عز وجل أن يعطيك إياها بإذن هو سبحانه وتعالى يعطيك ما تحتاجينه من دون أن تسأليه لو فهمت قصد الله سبحانه وتعالى بتأخير العطاء وأن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تقتري به منه يحبك يريدك أن تتقرب منه فيبتليك ينقص عليك يحيجك إلى أشياء أنت بحاجة لها حتى تدهينها تتضرع إليه تطلبيها منه سبحانه وتعالى لأنه يحبك كل هذه الأمور تحصل لك من تأخيرات تأخير العطاء أعتبريها محبة من الله أصحك تقولي الله سبحانه وتعالى ما استجاب دعائي إلى الآن لأنه ما بيحبني حاشا ألهمك الدعاء لأنه يحبك أخر عليك ما تحتاجينه شيء بسيط في الدنيا هذه كلها من جسمك وحياتك وعافيتك وصحتك وأولادك كلها نقص عليك شيء حتى تتقرب إليه سبحانه وتعالى فلو علمتي ذلك ما حزنتي أبدا لأنه تأخر عليك العطاء بالعكس تزيدي بالقرب بأنه يحبك ومن معاني اسم الله المجيب هو الذي يقابل الدعاء بالقبول والسؤال بالعطاء تدينه فيقبلك تسأليه فيعطيك سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطرين فهذا المضطر من له غير الله لا شك أن كل إنسان يمر بحالات كلنا نمر بحالات اضطرارية شديدة نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى لا نكون في هذه الدنيا بحاجة إلا إلى الله كلنا مررنا بهذه الحالات الاضطرارية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكر لا إله إلا الله إنه المجيب فلا تخيب لديه آمال فكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى صادق مع الله له تجربة بمحنة قربته إلى الله وعرف الله منها لذلك أما يجيب المضطر إذا دعاه كل واحدة فينا مرت بمرحلة من مراحل فجأة طرت إلى الله سبحانه وتعالى ورفعت يديها إلى الله وقالت يا رب ما لي غيرك يا مجيب يا قريب ولدي أخي نفسي حياتك في خطر حياة أولادك في خطر حياة أحد بتحبيه في خطر حصل معك أمر كنت في خطر واضطررت إلى الله سبحانه وتعالى ورفعت يديك إلى الكريم فعرفت الله في هذا الوقت أن الله يجيبك ويسمعك ويراك وهو معكم أينما كنتم فتؤمنين بالله أكثر وتزدادين محبة الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين شوفي وذكرى للعابدين أول شيء حتقول إن هذا نبي أكيد يعني هو نبي رفع إيد لله عز وجل فالله عطى سؤله لكن نسيت أن الأنبياء بشر مثلنا مثلهم أخواتي الحبيبات هؤلاء أنبياء فما داموا أنبياء فهم من جنس البشر ضرب الله لنا الأمثال بهم لتعلمي أن إجابتك كإجابتهم لكن إذا توفرت هذه الشروط قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذن الدليل الإخلاص لله سبحانه وتعالى تعملين عملا صالحا خالصا لوجهي سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إنما أنا بشر مثلكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح عملي أعمال صالحة واخلصي لله سبحانه وتعالى في أعمالك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذولهم الأنبياء صفاتهم إذا اقتديتي بها سعدتي مثل ما سعدوا وأجيبت دعوتك بإذن الله كما أجيبت دعوتهم فرب سبحانه وتعالى ما ضرب لنا أمثالهم إلا لنقتدي بهم لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يستجيب لنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذن ذكر الله قصصهم لنا لكي نقتدي بهم ونسير على منهجهم ونقتفي أثرهم وأن نجعلهم لنا قدوة وأيوب إذن الله ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ما الذي يمنعك إذا مسك الضر أن تصلي قيام الليل وتناجينه سبحانه وتعالى وتدهينه بأن يكشف عنك الضر وتقولين له رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بإخلاص لله سبحانه وتعالى بصلاة ركعتين لله وأنت مخلص العبادة وهذه العبادة تعملين عملا صالحا ولا تشركين بعبادته أحدا كيف؟ ما أكون أنا عم صلي رياء ولا أنا عم صلي عم جرب ممكن أن أصليت أنه الله يستجيب دعائي لا أنا أقوم أصلي لله سبحانه وتعالى أتضرع إليه سبحانه وتعالى أتقرب منه سبحانه وتعالى حتى يكشف عني ما بينه أنت تخاطبين من بيده ملكوت السماوات والأرض ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فالله عز وجل وحده أهل أن تسأليه أن تدعينه أن ترجينه أن تعلقي آمالك به سبحانه وتعالى وأن تستجيري به وأن تلوذين به وأن تستعيذين به ووحده الأهل وحينما تضعين هذه الثقة فيه سبحانه وتعالى لا في غيره فيستجيب لك سبحانه وتعالى رضا منه عليك سبحانه وتعالى بأكثر من عشر آيات في القرآن الكريم وردت بصيغة يسألونك الجواب مبدوءا بكلمة قل إلا هذه الآية الوحيدة قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني لم يقفل سبحانه وتعالى قل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لأن في الدعاء ليس بين العبد وربه حجاب ليس بين العبد وربه وسيط ليس بين العبد وربه وسيلة هو قريب سميع مجيب ما عليك إلا أن تسأليه سبحانه فيعطيك لكن من أجل أن تعرفي ماذا تسألين عليك أن تؤمن به سبحانه وتعالى وأولا ثم تستجيبين له ثانيا حتى تحسني أن تسأليه حتى يستجيب لك وقال ربكم دعوني أستجب لكم ربي ما أمرك بالدعاء إلا ليستجيب لك ما أمرك بالدعاء إلا ليعطيك فلو أننا دعونا الله سبحانه وتعالى كما يريد في هذه الآية قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين يعني معناها أحيانا ندعو الله من دون تضرع بصوت جهير شو الهدف نسمع الناس خالفتي شرط التضرع وشرط الخفية واعتديتي على خلق الله وإنه لا يحب المعتدين اعتديتي على خلق الله بإيش بالأكل الحرام الذي يأكل مال الحرام دعاءه غير مستجاب الذي مطعمه حرام دعاءه غير مستجاب الذي مشربه حرام وغذي بالحرام أنه يستجاب له إذن شروط استجابة الدعاء أن يكون الدخل حلالا وعدم الاعتداء وعدم الجهر بالدعاء قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين واسمعي هذه الآية قال الله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم شو إجل بعد إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين شوفي ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إذن ما يلفت في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول لم يقول إن الذين يستكبرون عن دعائي بل قال عن عبادتي فمعناه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة معنى أن الدعاء هو العبادة والعبادة كلها في الدعاء بل إن الدعاء نخ العبادة وهو أفضل ما في العبادة لأنه بالدعاء ما في استكبار في خضوع لله عز وجل في تضرع في تذل لله سبحانه وتعالى بالطلب من الله سبحانه وتعالى فتكون قمة التوكل واليقين والإيمان وحسن الظن والثقة بالله سبحانه وتعالى وأنت في الدعاء إذن عبادات عظمى وأنت تدعين الله سبحانه وتعالى لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادته إذن من لم يسأل الله فهو مستكبر من لم يدعو الله فهو يشعر أنه ليس بحاجة إلى الله ولا يتذلل إلى الله يستكبرها العبادة فيكون مصيرا جهنم والعياذ وكذلك الاستجابة وردت في القرآن الكريم بمعنى آخر اسمعي هذا المعنى العظيم قال الله تعالى في سورة الشورى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أنت مؤمنة إذا دعيت إلى الله فاستجبتي وإلى عمل صالح فاستجبتي وإلى إقامة صلاة فصليتي وإلى دفع زكاة فزكيتي وإلى حج بيت الله فحججتي وإلى مساعدة أحد من العبيد ففعلتي فأنت مستجيبة لأمر الله سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذول اللي استجابوا لله سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا من الصالحات ماذا قال لهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اسمعي ماذا قال الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الآية في سورة الرعب قال الله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى يا الله والذين لم يستجيبوا لها لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد إذن للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنة يا الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أنت حينما تدعين إلى طاعة الله فإنما تدعين إلى الحياة اسمعي هذا المعنى أيضا من معاني استجابة الله اعلمي حبيبتي أن الله سبحانه وتعالى عندما يستجيبك يعطيك وإجابته للدعاء على أنواع كثيرة أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يريد حكمة فيجيب للعبد قبل أن يدعوه الله سبحانه وتعالى يريد يكلمك بشيء يعطيك يا بدون ما أن تسأليه بمعنى أنه يتفضل عليك لتقبلي عليه سبحانه وتعالى هو الذي بدأ أن المرء أحيانا يغفل ويلهو فإذا أتاه فضل من الله من غير سؤال تجد الذي معدنه طيب حينما يغمره الله تعالى بفضله يستجيب فهو إما أن تدعوه فيعطيك وأما أن يعطيك لتدعوه سبحانه وتعالى يتفضل عليك لتتقرب منه فإما أن يعطيك من دون أن تسأليه حتى يقربك إليه أو يمنع عنك لتسأليه وتقترب منه فيعطيك سبحانه وتعالى إذن أحيانا تأتي الإجابة قبل الدعاء وقد يأتي العطاء بعد الدعاء فإن كان الدعاء قبل العطاء فالمبادرة منك وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنحك إياها فتطيعيه ليكرمك وأحيانا يكرمك لتطيعي نختم في هذا المعنى العظيم أن الله سبحانه وتعالى يضمن للعبد إجابة الدعاء شوفي الله سبحانه وتعالى يضمن للعبد إجابة الدعاء بما يعلم أنه خير للعبد بحسب علمه لا بحسب علمك الله هو اللي يعلم شو هو الخير إلك على حسب علمه سبحانه وتعالى وليس على حسب علمك وقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريده العبد فأنت ونحن كلنا لا نعلم والله يعلم نحن لا ندري والله يدري نحن لا نعرف ما يناسبنا والله يعلم المناسب لنا أنت دعينه سبحانه وتعالى هذه عبادة لكن لا ينبغي أن تحددي متى يستجاب لك فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى فهو يستجيب لك في الوقت المناسب لك وبالقدر المناسب لك وفي الطريق المناسب فما عليك إلا أن تدعينه وكفى قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كيف ندعو الله باسم الله المجيب نعلم أنه سبحانه وتعالى عندما تضرعنا إليه ورفعنا أكفنا إليه ونحن محسنين الظن به سبحانه وتعالى متوكلين عليه حق التوكل مؤمنين به شاكرين له خاضعين له متضرعين إليه متذللين إليه سبحانه وتعالى فيستجيب لنا بما هو خير لنا في الوقت الخير لنا في الوقت الذي يريده هو المناسب لنا بحكمته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فندعو الله بيقين ومحبة ونعلم أن الله يريد أن يقربنا إليه بسماع دعائنا وتضرعنا لأنه يحبنا يحبهم ويحبونه ويا رب جعلنا من الذين تحبهم ويحبونك يا رب العالمين إذن من محبة الله أن نستجيب له وندعوه باسمه المجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب استجب لنا وأكرمنا وأعطنا ولا تحرمنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المجيب سبحانه وتعالى ويا رب جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه لا تنسوا مشاركت هذا الفيديو مع من تحبون عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون ويعطيكم حتى يرضيكم ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين وحبكم في الله أخواتي وأتمنى لكم الخير دائما لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم